كل عملة نقدية صادرة عن مصرف سوريا المركزي مزورة بتلك الجملة الصادمة بدأ خبير اقتصادي شهير تقريره المفاجئ حول العملة المحلية وما يحدث بين المسؤولين خلف الستار فماذا قال؟ الخبير السوري الشهير جورج خزام أحدث جدلا مجددا بمنشوراته الجديدة حول الاقتصاد السوري وقرارات المصرف المركزي التي دائما ما ينتقدها ويكشف الحقيقة وراءها من تباعيات سلبية على الاقتصاد السوري وفي منشور جديد على صفحته على فيسبوك تحدث خزام عن العملة المزورة من زاوية مختلفة عن المتعارف عليها بالتزامن مع إصرار المصرف المركزي في سوريا على التمسك بنهج الذي اتفق معظم خبراء الاقتصاد في سوريا على أنه غير مناسب مع الظروف الحالية خاصة مع قرارات تقييد حركة الأموال وتثبيت سعر الصرف الذي يفرضه المركزي رغم عدم انخفاض الأسعار الخبير الاقتصادي خزام أوضح في منشوره الجديد المعنى الحقيقي لمصطلح العملة المزورة قائلا إنه غير محدد بمفهوم الأوراق النقدية الصادرة من خارج المصرف المركزي بل إنه يتجاوز ذلك مشيرا إلى أن العملات النقدية التي يصدرها المركزي نفسه تعتبر مزورة في حال لم تكن تتمتع ببعض العوامل والميزات كأن يكون لها تغطية سلعية بزيادة الإنتاج بحيث تتساوى كمية الأوراق النقدية من الليرة السورية مع كمية السلاع والبضائع التي يتم عرضها للبيع في الأسواق كما يجب أن يتم تغطية العملة الصادرة من المركزي بالذهب أو الدولار بحيث يستطيع المركزي التدخل بالذهب أو الدولار في السوق في حال بدأت العملة المحلية تفقد قيمتها حيث يقوم المركزي في تلك الحالة ببيع الذهب أو العملة الأجنبية بالليرة السورية بحيث يتم تخفيض كمية الليرة السورية في الأسواق وزيادة الطلب عليها مما يؤدي في النهاية إلى حدوث استقرار في قيمتها أو يحدث تحسنا مرة أخرى أما حول مواصفات العملة المزورة فقال خزام إنها عكس السابق فهي لا تؤدي إلى تخفيض القوى الشرائية للعملة غير المزورة التي يتم تداولها في الأسواق وبحسب تصريحات خزام فإن الليرة السورية الموجودة في الأسواق حاليا تعتبر من الناحية الاقتصادية في تصنيف العملة المزورة حتى الصادرة عن المصرف المركزي ويرجع ذلك لعدم توفر الشروط فيها من تغطية سلعية من خلال زيادة الإنتاج ولا تتم التغطية بالذهب أو العملات الأجنبية كما لا تتوافر فيها باقي الشروط التي تجعلها عملة حقيقية يتم تداولها وفق أصول اقتصادية تعتمد على مؤشرات وبيانات رسمية ويأتي ذلك في الوقت الذي يوجه فيه انتقادات واسعة لمصرف سوريا المركزي بسبب النهج الغريب الذي يتبعه في إدارة ملف الاقتصاد في البلاد وخاصة فيما يتعلق بحركة الأموال من المصارف وبالنسبة إلى سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اشتركوا في القناة